بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوسع حركة لنشاط الإنسان تكون في عمليتي البيع والشراء وهما أساس عملية التجارة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا التاجر الذي ينال أسمى وأشرف رفقة لأنها تكون في رحاب ومعية النبيين والصديقين والشهداء فمن هو هذا التاجر؟ وما هي الصفات الرئيسة التي لأجلها ينال هذه الرفقة والصحبة؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النفس المحمدي المنير يبرز لنا ابتداء أشرف وأسمى رفقة تكون في الجنة لأنها تكون في رحاب وصحبة ومعية النبيين والصديقين والشهداء يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم يعقب ربنا سبحانه وتعالى على هذه الرفقة بهذا التقييم العظيم فيقول وحسن أولئك رفيقا وحين يعطي الله عز وجل الوصف فعلينا أن نأخذ الوصف بمقاييس من وصف وهو الله سبحانه وتعالى تماما كما خاطب الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم فلا تذهب الأذهان لتبحث في الأخلاق المتعرفة بيننا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه المرحلة فأصبح هو صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم فلا تقييم بعد تقييم الله سبحانه وتعالى إذن هذا تقييم من الله عز وجل لأشرف وأسمى رفقة في الجنة ما هي الصفات الرئيسة التي من خلالها ينال التاجر هذه الرفقة قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين لاحظوا معي هذا النفس المحمدي المنير قال التاجر الصدوق ولم يكن التاجر الصادق لأن الصدوق صيغة مبالغة وهي تفيد شدة الصدق وكثرة الصدق إذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما إذن سبيل البركة وسبيل سعة الرزق وسبيل الكسب الحلال يكون في الصدق ولذلك جاء تنبيه آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبرز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم من هؤلاء الثلاثة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وفي رواية أخرى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي يروج لسلعته ولبضاعته بالكذب فهذا تمحق عنه البركة وهذا يكون مبعودا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الصفة الثانية التاجر الصدوق الأمين كثير من الناس يختزل مفهوم الأمانة في أن يودع إنسان عند آخر شيئا ليحفظه له ثم يرده عليه عند حاجته إياه هذا مفهوم قاصر هناك أمانة المواهب هناك أمانة النعم هناك أمانة الجوارح هناك أمانة العمل وهكذا وفوق ذلك كله هناك أمانة المنهج أي أن تلتزم الأوامر وأن تكتنب النواهي الله سبحانه وتعالى وضع ميزانا في هذا الكون افعل ولا تفعل افعل هي الأوامر الإلهية لا تفعل هي النواهي الإلهية من التزم الأوامر واكتنب النواهي كان صانعا للخير كان صانعا للجمال فالأمانة هنا تقتضي عدم الغش وعدم التدليس وعدم الخداع وعدم الزيف وعدم التطفيف في الميزان وعدم الاحتكار وعدم استغلال الأزمات حتى يتدخل بعض التجار في حركة السوق من خلال الاحتكار ويرفعون الأسعار ويبنون غناهم وثراهم على مشقة الآخرين إلى غير ذلك إذن لننتبه هنا ولندرك أن من الصفات الرئيسة التي من خلالها ينال التاجر أشرف رفق مع النبيين والصدقين والشهداء في الجنة الأمانة ولذلك حين مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام أي على كومة من طعام ثم أدخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيها فأصابت أصابعه بلل فقال يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ قال أصابته السماء أي مطر السماء قال هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه صفات الرئيسة للتاجر الذي يريد أن يكون صادقا في بيعه صادقا في شرائه صادقا في كسبه الحلال صادقا في تعامله حتى يبارك الله له في رزقه ويكون له الخير الوفير نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم